يأتي البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية والذي تم إطلاقه بتوجيهات سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء يأتي ضمن رؤية سموه الاستراتيجية لتعزيز استقرار ونمو سوق العمل في مملكة البحرين وتعزيز أفضلية البحرين في التوظيف وذلك من خلال خلق بيئة محفزة للإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية في سوق العمل في السياق ذاته رفعت وزارة العمل وتنمية الاجتماعية جاهزيتها الكاملة لتنفيذ مبادرات البرنامج بالشراكة مع صندوق العمل تمكين وغيره من الجهات ذات العلاقة بعدما أميط اللي ثام عن ملامح النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف الذي رأى النور عبر نافذة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورؤية سموه الحصيفة الرامية إلى الحفاظ على استقرار ونمو السوق التجاري في البحرين وتعزيز أبضلية البحريني في التوظيف عبر إدماجه في سوق العمل بوظائف نوعية وذات قيمة مضافة انبرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع صندوق العمل تمكين وبمعاونة وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل لتنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف كمشروع وطني يحل بمزاياه المتنوعة إذ سيتكفل البرنامج بدفع أجور الموظفين البحرينيين بنسبة تصل إلى 70% ولمدة ثلاث سنوات لجميع المؤهلات إضافة إلى تعزيز فرص توظيف حديثي التخرج كنت جدا سعيدة بأن تم ترشيحي إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلاتي وكانت تلبي طموحي تخرجت بدرجة الماجستير توظفت بعد شهر من انطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحمد لله يعني التحق بمجموعة سيكاظم الدرازي إلا يعني نسبة البحرانة كبيرة جدا عندها خاصة في قطاع الموارد البشرية قسم إدارة الموارد البشرية بنسبة 100% برنامج الوطني للتوظيف ساعدني أن أحصل شغل الحمد لله ما تأخرت فيه خلال شهر شهر واحد اشتغلت الحمد لله وحصل الشغل حصلته كنت أبحث عن عمل عن طريق الوزارة برنامج الوطني للتوظيف وترشحت حق كذا شغلة ما صار يعني نصيب الوزارة هم رشعوني حق شغلة والحمد لله توفقت واشتغلت البرنامج الوطني للتوظيف وبعد نجاح طبعته الأولى ستشهد مراحل إنجازه تكثيف التواصل المباشر مع أصحاب العمل لبيان المزايا التي يمنحها البرنامج للمؤسسات والشركات والتي ستؤدي إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية لشغلها من قبل المواطنين كل حسب مؤهله واختصاصه لإدماجهم في مختلف قطاعاتهم الانتاجية طبعا أشكر سموي العهد لتدشينه البرنامج الوطني للتوظيف بنسخته الثانية والذي سيساهم أيضا في خلق فرص واعدة للغطاع الخاص وسيساهم أيضا في توفير فرص كثيرة لدى الشركات الوطنية بالبحرين طرح البرنامج الوطني بنسخته الثانية ساعدنا كأصحاب عمل بتوظيف الكوادر الوطنية حديثة التخرج في الشركة ويصل عددهم إلى 13 موظف وندعو أصحاب العمل بالاستفادة من البرنامج من خلال تقديمهم للدعم موظفيهم من خلال منصة تمكين نشكر السادة وزارة العمل والسادة صندوق العمل تمكين على دعمهم المستمر في توفير هذه النوع من البرامج التي تساعد أصحاب العمل في الحصول على الطاقات البحرينية وجعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف الحلة الثانية من البرنامج تقبل بمبادراتها الثلاث لتشجيع توظيف المواطنين خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية العالمية لجائحة كورونا حتى يتم تعزيز التنافسية في سوق العمل وتنمية الكوادر الوطنية وتدريبها على التعاطي والتعامل مع متطلبات ومعطيات السوق الجديدة مشروع هادف يأتي ضمن قافلة المشروعات الوطنية ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية المحلية فالبرنامج الوطني للتوظيف يؤمن حق الإيمان بأهمية الاستثمار في العنصر البحريني ويجد فيه الخيار الأمثل في تطوير العملية الإنتاجية داخل منشآت متنوع القطاعات الحيوية في المملكة لتلفزيون البحرين محمد رشدات